على بعد أشهر من الانتخابات النيابية تتجه الأنظار نحو خريطة التحالفات المحتملة إذ يحكى عن تحالفات خماسية في الدوائر بين التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والمستقبل والتقدمي الاشتراكي إلا أن الدراسات تستبعد ذلك حلف الخماسة بحاجة إلى معايير أول معايير هو أن يكونوا هالأطراف الخمسة موجودين بنفس الدوائر يعني الحلف الخماسي كيف ينطبق مثلا على دائرة تشوفه عليه في غياب مقترع شيعي بدائرة تشوف وغياب أي مقعد للشيعة أنه ليش بدوا يتحالفوا معهم أمل وحزب الله فكرنا أنه زحلة فيها تبادر إلى زهننا بس هي ونوة حزب تقدم الاشتراكي موجود الترجحات تشير إلى إمكان استفاف التحالفات في ثنائيات حيث تعكس الأجواء أن التيار الوطني الحر يحجز لنفسه مقعدا ثابتا فيها فيتغير حلفاؤه بحسب كل دائرة وفي بلد مثل لبنان تتسارع فيه الأحداث لا عجب في تغيرات تطرأ على الساحة السياسية بعد خلافات تاريخية مترسخة ممكن عمين حكى بين مرضى وقوات مثلا لإلغاء ممكن يعني حديث الوزير سلامان فرنجيه كان واضح المرضى ستقوم بتنفيذ مصلحتها الانتخابية قوتهم سوا بيصيروا الأكترية بهذه الدارة بديك تعرفي أنه في حلف رح بيقوم بين طيار المستقبل والطيار الوطني الحر علماً لما يملك المستقبل من أصوات أكان بالكورة أو بزغرتها يملك وفيه بالبترون كمان بديك تشوفي حركة الاستقلال بديك تشوفي الوزير بترس حرب بديك تشوفي الرئيس فريد مكاري إذا بيتحالف بيقبل يفوت مع الطيار الوطني الحربي هيدا الحلف لن يسقط جبران باسيل بأي شكل من الأشكال أنا بقدر أكد لك يعني واضحة عندي الأمور أنه جبران باسيل سيكون نائب في البرلمان طبعاً 2018 حكماً 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 أما الطيار الأزرق فخسارة المقاعد لديه قد تتخطل 12 مقعداً في القانون الجديد تختلط الأوراق وتجتمع الأضداد وقد تسقط التحالفات في بعض الدوائر لضمان الإبقاء على مقعد لن يتخلى عنه الحليف لحليفه جوال الحاج موسى قناة الجديد